ازايكم يا حلوين هنقدم معنا النهاردة دبابيس الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية معنا بطاطسايا مسلوقة ومهروسة توابل طم بودر بصل بودر ملح وفلفل وحبة كاري عشان يدينا طعم حلو كمان معنا دبابيس فراخ مسلوقة وهنخليها هنخلي الدبابيس اللحم عنا العض هنفت الدبابيس الفراخ ونحطها على البطاطس ونبدأ نعجنها ده شكل الدبابيس الفراخ اللحم بتاع الفراخ لما تعجنت مع البطاطس وحطينا كمان معاها التوابل ده شكل العضم بتاع دبابيس الفراخ طبعا مش هنرميه بحتاج معايا جبنة شيدر مع مدزوريلا تحشيها جوة الدبابيس وبتدي طعم لذيذ جدا 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 هبدأ أقسم معايا العجينة بتاعتي على حسب عدد الدبابيس الفراخ اللي أنا مقطعاه أنا كان معايا أربع دبابيس فهقسم العجينة لأربع كور متساوية هاخد كل كورة وحاول أفتحها من جوة أحشيها خليط الجبن اللي معايا وبعد كده بحطي لها عضمة الدبوس وأبدأ بأدية أشكل العجينة اللي معايا عدد دبوس بحيث إنها تاخد شكل الدبوس بالزبط بس هنا هتبقى دبابيس رومي مش دبابيس فراخ هبدأ أشكلها وزبطها بأدية زي ما أنتم شايفين كده هخلص بقية الكمية وارجع لكم تاني بحضر طبق فيه بيضة مع معلقة لبن وملح وفلفل وطبق فيه بقصمات باخد دبوس الفراخ أحطه في البيض ومن البيض بحطه على البقصمات خلص بقية الكمية زي ما معايا كده وبعدين فحلة صغيرة بسخن فيها زيت غزير شوية وأبدأ أحط دبابيس الفراخ لحد ما تتحمل زي ما انتم شايشين كده ببدأ أقلبها الدبابيس بدأت تتحمل معايا تاخد لون دهبي خفيف طعمها خطير جدا مش هقولوكو ازاي قديه ولادكو هيحبوها ده كده دبابيس الفراخ معايا بعد ما خلصت لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بشير وسبسكرايب للقناة ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة